وعن هذا الموضوع نناقشه مع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة الأستاذ حميد النايف يعني دكتور أهلا بك يعني تفائلتم بعد الأمطار الأخيرة والوحيدة حتى الآن يعني لماذا استندتم بذلك يعني هل لديكم معلومات كافية عن الوضع المائي الآن في العراق بداية تحية لكم ولمشاهدين قناة العراقية الكرام حقيقة نحن السنة الثالثة على التوالي سنة الجفاف وبالتالي أي أمطار اليوم تسقط احنا نتفائل به حقيقة ليس فقط زيادة المخزون المائي وإنما أيضا اليوم على سبيل المثال سقوط الأمطار في جنوب ووسط العراق في بادرة طيبة اليوم كثير من الحيوانات اليوم أصابها الهلاك نتيجة قلة المياه وبالتالي سقوط هذه الأمطار يعني في بادرة طيبة اليوم ومبشر لكل الموجدين ومتفائلين في هذا الاتجاه لكن نفس الوقت لا تزيد المخزون المائي باعتبار الأمطار تسقط في الشمال حتى تصير بالسدود وممكن تأتي إلى باقي المحطة طيب ما زال شتاء في بداية وهناك توقعات بسقوط أمطار أخرى ولكن السؤال هنا إذا ما زادت الأمطار أو ارتفعت مناسب الأمطار في هذا الموسم هل سيعدل هذا التغير من الخطط الموضوعة للموسم الزراعي التي اقتصرت على مليون ونصف المليون دونم زراعي فقط؟ طبعا نحن اعددنا خطة زراعية بمليون وخمسمائة ألف حسب ما تم الاتفاق مع وزارة المواد المائية وبنفس الوقت أعددنا خطة زراعية أيضا على المياه الجوفية لها تنعوب المساحات المروبية سطحيا وبالتالي أربع مليون دونم كانت على المياه الجوفية فضلا أعددنا خطة بحدود ست ملايين وتسعمائة ألف دونم على الأمطار ومضمونة الأمطار وهذا محس بي أنه إذا سقطت الأمطار اليوم لدينا خطة متكاملة إن شاء الله طبعا هذه لا تبين إلا أن تسقط الأمطار ومناسبها نحن نتوقع إن شاء الله إذا أكو أمطار حقيقة وسيول سنستفاد منها بزيادة المساحات المزروعة أما زيادة الخطة الزراعية حقيقة هذا يختص بوزارة المواد المائية هي التي تقرر عندما يزيد مناسب الناس هناك علاقة وثيقة بين الزراعة والموارد المائية ألم تكون هناك خطة استراتيجية مستقبلية للتعاون فيما بينكما؟ الحقيقة وزارة الزراعة وزارة المواد المائية وزارتان مهمتان حقيقة وهناك تواصل مهم لأن اليوم تعرفين الزراعة بدون المياه يعني الواحدة مكملة للأخرى ببطء الأحدة ما تكملها وهي كانت وزارة واحدة حقيقة وبالتالي اليوم لا وجود الزراعة إذا ما كم مياه وبالتالي وزارة المواد المائية هي التي تدير المياه وزارة الزراعة هي التي تستفيد من المياه وبالتالي الخطط اليوم الموضوع وابحة جدا اليوم نحن طالبنا حقيقة أول بداية حقيقة اللي تعرفين حضرتك والأخ الكريم اليوم التغيرات المناخية والانحباس الحراري بكل العالم موجود كذلك تناقص المياه ولكن نحن لدينا مستحقات مائية مع دول الجوار ولدينا مشاكل في البنية التحتية الخاصة بالمورد السؤال هنا دكتور ألا تستطيع وزارة الزراعة بالتعاون مع الحكومة من توفير آليات برامج نظم للريل المزارع العراقي مقابل ضمانات باستخدام هذه النظم والأجهزة لتوفير محاصيل زراعي مستقبلية بدلا من مطالبتي بالترشيد بمقابل موسم زراعي سيء جدا وعدم موجود ضمانات بتسويق محاصيله نعم طبعا بداية يجب أن يكون مستحقاتنا الماء لنأخذ من الجانب التركي باتبار الدول المتشاطة اليوم يجب أن تتقاسم الأضرار هاي أولا الشيء الثاني حقيقة تأهيل النظام اللي رؤى بالعراق يعني نعم تأتينا مياه من الجانب التركي قليلة ولكن يجب أن نوظفها ونأهله من خلال تبديل النظام الرئيس السطحي إلى نظام مغلغ هذا جانب الجانب الثاني تبطين الأنهر بالخلصانات أيضا هذا يوفر حقيقة 30% إلى صالح القطاع الزراعي وبالتالي اليوم أيضا استخدام المياه الجوفية يحتاج إلى مرشات اليوم هناك قرارات مهمة حقيقة سيد وزير الزراع حالة تسنمه مهام منصبه كوزير للزراع المهندس عباس العليوي حقيقة أخذ مجموعة من القرارات إلى مجلس الوزراء وحصل على إيجابيات إن شاء الله توفير المرشات من خلال القروض بالتالي اليوم إذا توفر للفلاح حقيقة مرشات راح يستطيع يزرع على المياه الجوفية لأننا لا نريد أن نفرط بالمياه الجوفية وبالتالي المرشة تقنن المياه إضافة إلى ذلك إحنا كوزارة استخدمنا التقناعات الحديثة بالريب الرش المحورية والثابتة وبالتالي أيضا هذا جزء من التقنية كذلك استنباط الأصناف أصناف زراعية مقاومة للجفاف زيادة وحدة المساحة في غلة الدولة من الواحد يعني غلة في وحدة المساحة يعني هناك مساحات شاسعة الآن تعتمد في إروعها على مياه الأمطار هل وجهتم المزارعين بزراعتها وذلك وفقا لبيانات الأنواع الجوية بأن هناك سيكون أمطار غزيرة هذه السنة الحقيقة إحنا عادين خطة متكاملة يعني مسبقا للأمطار إذا ما سقطت الأمطار أكو خطة موجودة وكل فلاح راح يزرع الأرض المقررة يعني حتى ندعمها بالبذور وبالأسمدة لأنها قياسات معرفة خطة زراعية معدلة للأمطار وخطة معدلة للأروع وخطة معدلة للأبار ولكن سيكون الموسم الزراعي قد فات لا لا إن شاء الله نعم تأخر الموسم الزراعي كثيرا والسبب هو في الحكومة السابقة كانت مساجلات بين وزارة الموارد المائية ووزارة الزراع اليوم يفك هذا السجال هناك توافق اليوم وإن شاء الله الخطة ماضية واليوم وزعنا البذور حقيقة وبقى الأيام القليلة القادمة سيكون الموسم يعني زراعي يبدأ إن شاء الله باعتبار المناطق الشمالية ما زالت يعني يحتاج لها 1-12 دكتور في ملف آخر هل هناك أي توجه فيما يتعلق بالأحادث التي طرأت على سماد الداب نعم طبعا مشكلة هذا الموضوع شائك أعتقد خلال قبل أن أدخل للسوديو هناك حلحة بهذا الموضوع يعني الفحوصات ثبتت بأنه معظم هذا السماد هو مطابق بالمواصفات حسب ما استعلمت من سيد مدير عامل تجهيزات زراعية والمحضر اليوم أعتقد تم المصادق عليه من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء ولكن نحن كوزارة زراع لم يصلنا المحضر حالة وصول المحضر سنوجه بيان لهذا الاتجاه حتى نوزع الأسمدة إن شاء الله لأننا لا نستطيع أن نوزع نهايات هذه التحقيق في شأن هذا الموضوع نعم المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراع الدكتور حميد النايف شكرا جزيلا لك شكرا دكتور